يا أهل الهدى والذكر أفتوني سؤالي سعيا للخير دلوني فمنكم تنهل الأرواح راحتها فؤادي ضامئ للخير أوصوني يا أهل الهدى والذكر أفتوني أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونحمد الله رب العالمين ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد مشاهدي الأكارم مشاهدي قناة الناس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم في خير يوم طلعت عليه الشمس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوم الجمعة فقد قال عليه الصلاة والسلام خير يوم طلعت عليه الشمس أو طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ولن تكون الساعة إلا في يوم جمعة وفي يوم الجمعة أمرنا أن نكثر من الصلاة على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وفي يوم الجمعة أخبرنا أن فيه ساعة تستجاب فيه الدعوة لا يرد فيها الدعاء ولا زال في اليوم بقية نسأل الله عز وجل فيها ونتقرب إليه تبارك وتعالى نسأله تعالى بأسمائه وصفاته أن يوفقنا والمسلمين في كل مكان لما يحبه ويرضاه وإلى أن نتواصل معا عبر شاشتكم الطيبة المباركة من خلال الأرقام الظاهرة أمامكم أذكر نفسي وإخواني بأنه يجب علينا أن يظن كل واحد في كل مؤمن كل خير وأن لا يشك أحد في أحد وأن نتثبت من الأقوال والأفعال فإن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إث ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا فما أحوجنا إلى أن نتثبت من الكلام الذين تلفظوا به ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف ناقل الكلام الذي ينقل كل كلام يسمعه بأنه كذاب قال عليه الصلاة والسلام كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع مجرد أن الإنسان يسمع الكلام ويتناقل الكلام فينقل المعلومة ويقول حدث كذا أو سيحدث كذا فيقول له الناس من أين جئت بهذا الكلام يقول سمعت الناس يقولون ينقل كلام الناس مجرد نقل كلام الناس أو كل ما يسمعه الإنسان هذا دليل على كذب الإنسان وهذا هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع والله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إث والله عز وجل قال في سورة النور وهو يوجه المسلمين ويعلمهم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا فإن سمعت كلاما عن إنسان أظن به خيرا ولا أتناقل هذا الكلام لأن هذه من الإشاعات المغرضة المضللة وإنما أتثبت لأن الله عز وجل وصف ناقل الكلام بأنه فاسق فقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا وفي قراءة فتثبتوا نقلت إليك المعلومة جاءك الكلام هل هذا الكلام يتعلق بك أو لا هل فيه ضر بالناس أم لا المهم أنني سمعت الكلام أتثبت منه أولا أتبين منه أولا بدل أن ينقل الإنسان الكلام ويمتلئ قلبه بالحقد أو بالحسد أو بالغل أو بالضغينة ثم بعد ذلك يتبين له عكس ذلك اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة أن تقع في عرض إنسان أو أن تسب إنسان أو أن تتيم إنسان أو أن تطعن على إنسان في عقيدته أو في دينه أو في عرضه وهو بريء من ذلك أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين وكل هذا يأتي من جراء الكلام من جراء اللسان حيث أوصى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أمسك عليك لسانك فقال له الصحابي يا رسول الله أئنا لم آخذونا على ما نتكلم به وهل على الكلام حساب مجرد كلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثكلتك أمك وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم فكل ما يقع فيه الإنسان من ضرر ومن شرر فإنما سببه اللسان ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين لحييه يعني لسانه ما بين لحييه ورجليه يعني الفرج أضمن له الجنة ولذلك قال الله عز وجل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد كل كلمة يتلفظ بها الإنسان ما يلفظ من قول اسمها نكرة نكرة رموم الكلام الذي يتكلم بالإنسان إما أن يكتب له وإما أن يكتب عليه ولأجل هذا حذر الإسلام من الغيبة والغيبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذكرك أخاك بما يكره يعني أن تتكلم عن إنسان غائب غير موجود بكلام هو لا يحبه يكره هذا الكلام حتى لو كان فيه هذا الكلام كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت إن كان في أخي ما أقول قال عليه الصلاة والسلام إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته مجرد إنك تنقل كلام عن إنسان غير موجود وهذا الكلام يكرهه صاحبه هذه هي الغيبة ولذلك قال الله عز وجل ولا يغتب بعضكم بعضا يعني لا يتكلم إنسان عن إنسان في غيابه بكلام لا يحبه بكلام لا يكره بكلام يكرهه ولا يغتب بعضكم بعضا ثم قال جل ذكره أه يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه من يحب أن يأكل اللحم الحلال الذي أحلغ الله إذا كان ميتا لا أحد يحب أن يأكل هذا ميت بالرغم أنه لحم أباح الله أكله إلا أنه لا يؤكل إلا مذبوحا لكن الله عز وجل قال إن الذي يغتب الناس كأنه يأكل لحومهم وهم أموات أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه ويشتد شر الغيبة إذا كانت في شأن أهل العلم أو أهل القرآن أو في شأن القادة والرؤساء والزعماء الذين واللهم الله عز وجل أمر البلاد والعباد فلنتق الله عز وجل ولنمسك ألسنتنا عن الخوض في أعراض الناس قال فلان يقولون كذا حدث كذا هذا كله يكتب على الإنسان ولذلك في حديث المفلس المفلس طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا يا أخي الكريم أهل التصويت بكمية الموبايل حرام أن حلال؟ الصوت غير واضع عندي يا أخي الكريم أهل التصويت بكمية الموبايل حرام أن حلال؟ أنا مش سامع السؤال كويس إخواني الصوت مش واضع عندي الله بيرك فيكم طيب فيجب علينا جميعا أن نحافظ على ألسنتنا وأن لا نتكلم إلا بما يرضي الله تبارك وتعالى وأن نعلم أننا مؤاخذون على ما نتكلم به ولذلك المسلم يحذر من أن يكون كالمفلس الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم الذي ضيع لسانه كل أعماله فإن المفلس يأتي بصيام وزكاة يعني يأتي بأعمال طيبة حصل منها حسنات لكنه أساء إلى الناس وتكلم عليهم فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته فإذا انتهت حسناته طرح عليه من سيئاتهم ثم طرح في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أزاك يا شيخ أبدا أحفظه وكبارك فيه أهو الله فيه سؤال بس أطرح تفضل أخي الكريم فيه سيدة ابنها جاب لها كمية من الدهب نعم فهي بتوفي أن لما تموت الدهب بيرجع لابنها هل بقى يجوز ولا يجوز ولها أولاد غيره ولها أولاد غيرها طيب وهو أعطاها هذه أو هذا الذاب على سبيل الهدية على سبيل الهدية طيب جزاك الله خيرا وبرك الله فيك أجيبك أخي الكريم أحسن الله إليك عندنا سئلة أخرى طيب بالنسبة لهذا الأخ الكريم الذي أهدى أمه ذهبا جزاك الله خيرا وحسن الله إليه وهذا من البر بالوالدين وإذا أراد الإنسان أن يوسع الله عز وجل عليه وأن يبارك في عمره فعليه أن يحسن إلى أمه وإلى أبيه وإلى أقاربه فإن صلة الرحم يعني يبارك الله عز وجل بها في عمر الإنسان وفي حياة الإنسان وأنت إذا أهديت أحدا هدية صارت ملكا له الناس يقولون الهدية لا تباع ولا تهدى هذا كلام غير صحيح لأن بمجرد أنني أعطيتك هذه الهدية صارت ملكا لك انتهى أمرها بالنسبة لمن أهداها هنا في هذا السؤال الأم تريد أن تعيد الهدية إلى ابنها بعد موتها الأم تملكت هذه الهدية وصارت ملكا لها وهي أم لكل أبنائها أو لكل ورثتها الذين سيرثونها بعد موتها نسأل الله أن يبارك في الأعمار فإذا ما توفيت هذه المرأة صار هذا الذهب للورثة كلهم والوصايا المخالفة للشرع لا نعمل بها يعني إذا وص إنسان أن تحرم البنات من التركة هذه وصية لا يعمل بها هذه وصية محرمة إذا أوصت امرأة كهذه المرأة بأن يعاد الذهب إلى ابنها لأنه أعطاه لها في حياتها هذه وصية لا يعمل بها وإنما هذا الذهب أعطيه لهذه المرأة فصار ملكا لها حتى لو كان لها أبناء آخرين ليسوا أشقاء لهذا الرجل الذي أهد أمه فإن ما تركته المرأة بعد موتها يوزع على كل أبنائها ولنتق الله في هذا الأمر فإن هذه مشكلة معضلة وكثير من الأخوات يشتكين ظلم الإخوة وأكل الحقوق وأكل الميراث والدنيا ساعة فاجعلها طاعة والنفس طماعة فعلمها القناعة ونحن راحلون من هذه الدنيا فلنتق الله عز وجل ولنعمل أعمالا نتقرب بها إلى الله عز وجل ولن نأخذ من دنيانا إلا ما قدره الله عز وجل لنا وما كتبه لنا والأرزاق مقدرة عند الله تبارك وتعالى فأهيبوا بكل من عليه حقوق أن يؤديها لأصحابها وأهيبوا بكل مسلم يخاف الله عز وجل ويرجو اليوم الآخر أن يعدل في تقسيم الميراث وأن يعطي كل ذي حق حقه والله تعالى ولي التوفيق وهو الموفق لما يحبه ويرضاه الحديث عن الذهب وزكاة الذهب الحقيقة أن هذا كلام مما تكلم فيه أهل العلم كثيرا زكاة الحلي ما تتحلى به المرأة ما تتزين به اختلف أهل العلم في زكاة الحلي هل المرأة اللي بتتزين بالذهب هذا عليه زكاة أم ليس عليه زكاة جمهور العلماء على أنه إذا كان للحلي تتحلى به فلا زكاة عليه ولعل أبو حنيفة رحمه الله عز وجل هو الذي قال بوجوب زكاة الحلي ونحن نقول أن ما ينفقه الإنسان ابتغاء وجه الله عز وجل سيجده عند الله عز وجل وما تقدم لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجراء فإن كان الأمر ميسرا والمسلمة تستطيع أن تخرج زكاة هذا الحلي فالأولى والأحسن بها أن تخرج زكاة حليها خروجا من دائرة الخلاف الذي فيه أهل العلم رحمهم الله عز وجل طيب السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم فضلت الشيخ أنا بس طمعانة في ساعة صدر حضرتك أنا كنت متزوجة وأنجبت تلت أولاد نعم والتلت أولاد بنتين ولدوا صغيرين جدا وكنت بشتغل في شركة الكهربا وبعدين رحت أكمل دراستي في الجامعة علشان أحسن وظيفتي لأن أنا اللي بعول الأولادي التلاتة وقابلت دكتور أو معيد في الجامعة وأثر على الزواج مني وأطع بين عودتي الزوجي الأديم أو لأ فنصيبي إنما تزوجته وعشت وأنجبت بنت وحامل دلوقتي في الشهر التالي فجئت يا شيخ أنا ملتزمة منتقبة هو أيوة مش ملتاحي لكن كنت أحسابه على خير ففجئت دلوقتي بإن هو بيعرف بنت تانية وبيقرر يتزوجها أنا مش بقول إن دا حرام بس هو شرط البنت إن هي أن أنا طلق وورق الطلاقي هي صدق الدخول بيها يعني والزواج منها وأنا لقيت زوجي في البيت أهله وقفوله لإني حامل وطبعا عندي أولاد منه ومش عايزة أسئده كأب لتاني مرة فأنا فجئت بالزوج معطارد دايما على فلوكي شيوخك والشيوخ بيتزوجه وإنتي متزمتة وكان ظهار وما بتخلنيش أتفرج على الأغاني وإلي وإلي وأنا سيئة جدا فأنا احتفت عند الله فهو حاجرني وما بيعملنيش معاملة الزوجة وأنا مطلوب مني ليل ونهار أتفرج عليه وهو بيحب في واحدة بعت صور عريانة على الموبايل بتاعه وعايش دنياه ولا يهتمد بمشاعر ولا عرصة أقرب له والشيطان مش هملكه فمن الناس اللي تقول لي أنجب أولادي وبكرمتي لأنه عنده استعجابي طلقني لكن أهله وقفوا وهو بعني وبعضناه فأنا العيدة حذاك تبقى عارف أنه وقت ما هو فكر يتزوجني كنت أنا الجميلة اللي كان بيجري وراها في النقاب وشفني بعد الزواج وكان راضي كل الرضا ولله الحمد وما كانش بينا شيطان فمش أدرى أقول أن اللي هو فيه ده يكون نزوة وبتاعنا لأنه هيتزوج وشارك علي أن عمره ما يبقى موجود في البيت ده وهيرملنا اللي يقدر يعيشنا ديه في حين أننا عادينا تشقق بالإيجار وأنا مش عارف أعمل إيه أشتغل وأرجع شركة الكهرباء وأربي أولادي أنفصل عنه حقي إيه أنا متمسكة بالله لحد النهاية مش عايزة أتغير زي ما هو عايز أسأل الله يا أختي كريمة الكلام ده يعني منذ كم يعني كم الفترة هذه الفترة تغير كده من قبل رمضان بشهر حتى راح عليه الشهر الكريم ضيعني باللفطني ووزن اللي صدقني هينزل ضعيف جدا لنعدام الأكل والنكد والضنك اللي أنا عايش فيه لقدر أنا جيه ولقدر أقنعه بإني شعر الله يلزمه العدل مش عارف أعمل إيه يا فضلت الشيخ جايز استضعفني لأني ما ليس حد فأنا ترأبت دلوقتي أربعة والخمسة جاية ومش عارف يعني تتذكر إيه العمل إن لله وإن لله أسأل الله عز وجل أن يفرج كربك وأن تمر هذه الضائقة بإذن الله عز وجل بسلام وكلما ضاقت الأمور بإذن الله عز وجل ستتاسع والله عز وجل قال إن مع العسر يسرى إن مع العسر يسرى فهما يسراني مع العسر الواحد أسأل الله عز وجل أن يفرج عنه وعنك طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسأل الله وبركاته أريد أن أسأل حدثك والدت يا الله يرحمها كانت مقيمة عندي سلبيت أنا وكنت الصدفاء وقعد عندي يعني الحد ما ماتتها يا رحمة هي عايشة أنا بنتها الوحيدة فيها عندي أربع سبيان وأنا بنت الوحيدة فكان عندها ذهب وسط يعني مش وسط أسألت أن أنا أريد أن يجزء أكبر لبنتي فنسألوا لها أو شيوخ قالوا لها طب اسألي اسألي الأول الأولادك الأربع سبيان هم موافقين عن موضوع دوت ولا لا فسألتهم كلهم فكله قال مفيش أي حاجة مفيش أي مشكلة عاجي حتى لو عايت سجيها كله إحنا عندنا ستألات نفسي الموضوع ده مفيش أي مشكلة أختي الكريمة الادهب اللي عنده ولدتك الكم بتاعه وقت كميته يعني هي كان ثلاث غويش هو خواية مبس طيب عندها تملك أشياء أخرى تملك بيت تملك أرض خل الدهب ده يسوي تلت ما تملكه أمك مفيش أي حاجة غير الدهب ده بس نعم بس مكادش تملك أي شيء خالص غيره يعني ما عنداش أي حاجة يعني دي كانت هدايا مننا يعني بتعتبر كده فهي سألت قالوا لها سألي بس عشان نشوفي هم رادين نفسيا ولا لا الأربع سبيان أخواتي يعني رادين عن الموضوع ده فكله أجاز وقال مفيش أي مشكلة إحنا عن نفسينا مفيش أي حاجة خالص حتى لو ما نريد تعمله لو حتى كله إحنا رادين يعني بأي حاجة أي قراء نعم ففعلا بقى الجزء الأكبر لهي أنا والحاجات اللي فضت البسيطة هم حتى بعد كده رفضوا قال لك لا أخديها وأملي بيها صدقة جريعة لروح مهم إحنا كمان مش عايزينها نفعل فهي اللي هي عملته ده مثلا اللي هو وصل بي إنه يكون الجزء الأكبر لهي أنا هي عملت كده حلال حاجة كويسة ولح فيها حاجة حرام رحم الله أمك وغفر لنا ولها وللمسلمين أي وجيبك أخت الكريمة حاضر بارك الله فيك الحقيقة إن المشاكل كلها السبب اتصل طيب تفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أشكد بينك يا فضلك الشخص عاوز أعرف بس عاوز أعرف لو عال من السنة إن أنا أقول بين السجدتين اللهم اغفر لي ثلاث مرات أنا عاوز أعرف دي سنة ولا لأ طيب حاضر بين السجدتين وعاوز حضرتك سؤال تاني أعرف يعني بالنسبة للنوافل هل لو صليت النوافل في يوم ويوم تاني يعني أو بقى أو أي وقت تاني ما قدرتش أصليها هل تفي يعني اسم أو وزع أو حاجة علي وجزاكا من الله ربنا يحفظك وبركلك ويجيبك أخت الكريمة إذاك الله خير طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تفضل أخي كريم يا مرحبا السلام عليكم ورحمة الله طيب إخواني في الكترون الله يبرك فيكم الصوت غير واضع عندي يعني أسأل الله عز وجل أن يسأل أمور فيما تعلق بالبيوت والتزام شرع الله عز وجل الأصل أن الله عز وجل قال فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا وما نره من مشاكل تقع في بيوت كثير من المسلمين إنما سببه البعد عن معرفة شرع الله عز وجل فهذه أخت أسأل الله عز وجل أن يحفظها وأن ينجيها وأن يسترها وأن يبارك في أولادها وأن يجعل في أولادها عوضا عما ابتليت به من أزواج وخاصة هذا الزوج الثاني على حد قولها على حد قولها وأقول لها أن الإسلام سهل يسير وأن الله عز وجل كما أعطى للرجل فرصة أن يفترق عن زوجته وقال سبحانه وأن يتفرق يغن الله كل من سعاله فإنه أعطى المرأة أيضا الحق في أن تنفصل عن زوجها فقد راحت المرأة تشتاكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنها لا تحب هذا الرجل ولا تحب أن تعيش معه مع أنه لم يظلمها ولم يسئ إليها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أمرتها؟ قال حديقة فقال ردي عليه الحديقة وطلقها تطليقة أخت الكريمة إن استحالت الحياة مع هذا الزوج فليس عيبا أن تطلق المرأة مرة أو مرتين أو أكثر من مرة وخاصة إن لم تكن هي المتسببة في هذا الأمر وهذه أمور قدرها الله تبارك وتعالى وعلى أي حال أخت الكريمة يعني واضح أن الأمور ليست من فترة بعيدة ولكنها حديثة يعني قبل رمضان بوقت قليل وإذا أمر الله عز وجل المسلمة أن يأمر أهله بالطاعة وفي مقدمتها الصلاة وأن يصبر كما قال الله وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها فعلى المرأة أيضا أن تنصح هذا الرجل يعني ليس الرجل الوحد هو المطلوب منه أن ينصح الزوجة إن صارت في طريق مخالف بل هي أيضا تنصح هذا الرجل وتجلس معه وتذكره بالله عز وجل وتذكره بأولادها وتذكره بالسيرة التي ستكون من بعد وما قد يترتب على هذا الزواج أما إن أراد أن يتزوج على كتاب الله وعلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم بشرط أن لا يظلم يعني الكثير من الناس يقول أن الأصل في الزواج التعدد وهذا أمر أباحه الله عز وجل يعني ليس مطلوبا من كل رجل أن يتزوج بأكثر من واحدة لكن إذا اضطر الأمر لأن يتزوج بأكثر من واحدة فلا حرج شريطة أن يعدل بين الزوجات وقد قالت أمنا عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه أجر القرع بين نسائه أيه أيتهن تخرج معه صلى الله عليه وسلم فإن بدل الرجل أن يتزوج بثانية فهذا ليس بعيب وليس بحرام العيب والحرام في أن يكون الزواج الثاني على حساب الأول وفتح البيت الثاني من أجل إغلاق البيت الأول أما إذا تزوج وكان الأمر سهلا بالنسبة له وأعطى كل ذي حق حقه فلا حرج ولا مانع من ذلك أبدا وأنصحك أخت الكريمة بأن تصبري وأن تحتسبي عند الله تبارك وتعالى نعم طيب فاصل ثم نعود إليكم بإذن الله عز وجل بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه واتبعنا لهم بإحسان إلى يوم الدين أطمئن هذه الأخت الكريمة التي اشتد عليها لابتلاء وتتحدث عن أولاد معها خمسة أسأل الله عز وجل أن يبارك لها فيهم أن الأرزاق بيد الله عز وجل ليست بيد الناس بل الله عز وجل قال وفي السماء رزقكم وما توعدون فاصبري واحتسبي وأسأل الله عز وجل أن يفرج كربك وأن يهون أمرك وأن يبارك في أولادك أختنا التي سألت عن الذهب الذي تريد أمها أن تعطيه لها والحقيقة أن هذه الأخت يزال الله خيرا يعني تقول أنها قامت على شؤون أمها في حياتها وهذه أمور مطلوبة منه وضرورية وملحة الواجب على المسلم رجلا كان أمرأة أن يبرأ أمه وأن يجلس عند رجلها فإن عندها الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أخت الكريمة إن وافق إخواتك على ما قالت أمك فلا حرج في ذلك أبدا وأرى أن إخواتك جزاهم الله خيرا سيوافقون لأنك أحسنت إلى أمك وتحملت عنهم الكثير والكثير فلا حرج أبدا في أن تنفذ وصية أمك خاصة أن إخوتك وهم الورث معك قد يعني أقر هذا الأمر أختنا التي سألت عما يقال بين السيدتين طيب السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طيب ما يقال بين السيدتين اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني هذا ما يقال بين السيدتين أما النوافل وهي السنن سواء كانت قبلية أو بعدية سنن قبلية كسنة الفجر مثلا أو بعدية كسنة الظهر أو سنة المغرب أو سنة العشاء فهذه النوافل يتقرب بها إلى الله عز وجل وهي سبب في حب الله عز وجل لنا قال الله تعالى في الحديث القدسي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش به وقدمه التي يسعى بها فإذا حفظنا على النوافل كان هذا من الخير لنا بإذن الله تبارك وتعالى وإذا لم يتيصر الإنسان يعني إنسان يحفظ على النوافل يعني بانتظام لكنه يوما ما لم يعني يتمكن من أداء النوافل أو تكاسل عنها أو لم يكن الوقت يسعفه في ذلك فلا حرج عليه بإذن الله تبارك وتعالى وإن كنا نود لنا جميعا وإخواننا أن نحافظ على النوافل التي بيّنها لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أقول للمسلمين أجمعين طيب السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ أحمد تفضل أخي الكريم ألو أسمعك تفضل بعد إذن حضرتك أنا عندي شقة المفروض أن أشطبها والشقة دي فيه مكتب تشتبات عامل تعاقد مع بنك فيصل الإسلامي كل اللي هعملوا أن هم هيشطبولي بالقصد أنا هتعاقدي زي مربحة مع بنك فيصل الإسلامي والبنك هو هيشتر الحاجة بفلوسه ويوكل الشركة دي اللي هي بتشطب في إنها تشطب للشقة وتعملها وبتديله فلوسه على دفعات يعني على دفعتين أو ثلاثة وأنا بدفع مقدمة وبعد كده بدفع أقصات سنوية لمدة سنتين أو ثلاث سنين فعايز أشوف هل الموضوع دوة يعني فيه شبه تربة ولا موضوع أخي الكريم أنت تملك هذه الشقة طيب واضح أن الأخ مقطع تصاله لكن سأجيبه بإذن الله تبارك وتعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام عليكم وبركاته تفضل أخي سمحت المولانا أنا عنده مشكلة بسك كده كنت مرد بظروف خطوبة قبل كده يعني مرة والتانية والحمد لله متيفصل الحال وظروف كويسة نعم يعني اللي بيحصل لي ده خير ولا مش خير يعني وكذا مرة قدمت وما يحصلش نصريك كده لن يكون في هذا الكون إلا ما قدره الله والله عز وجل قالوا عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وفي شأن الزوائي والطلاق قال سبحانه وعسى أن تكرهوا شيئا وياجع على الله فيه خيرا كثيرا سأفصل لك أخي كريم بإذن الله تبارك وتعالى الخطبة إخواني وعد بالزوائي لا يترتب عليها أي حق من الحقوق يعني رجل كل ما له في شأن الخطبة أن ينظر إلى مخطوبته وأن يرى منها ما يدعوه إلى خطبتها رآها إن كانت منتقبة وتقدم لزواجها من حقها أن ترفع النقاب وأن يراها إذا رآها مرة ومرتين إنقضى الأمر ليس له عندهم أي شيء لا تخرج معه ولا تتكلم معه ولا تتصل عليه ولا تتصل به كل هذه من مداخل الشياطين والمتابع للبيوت يجد أن هناك مصائب تأتي من وراء ومن جراء مخالفة شرع الله عز وجل فالخطبة وعد فقط بالزواج حتى تكون الإنسان الشبكة وما إلى ذلك كل هذه من المخالفات لا يجوز له أن يمسك بيدها ولا أن يلبسها ذهبا إلا إذا عقد عليها قبل ذلك كله مخالف لهدي رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم الآخر الكريم الذي يسأل عما ابتلي به الحياة على إخواني كله امتحان وابتلاء ويستحيل أن تيد إنسانا بعيدا عن الابتلاء لأن الله عز وجل قال هذا قسم تأكيد لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًا كَثِيرًا ثم قال الله وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ وَقَالَ جَلَّ ذِكْرُهُ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ تَأْكِيدُ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشْرِ الصَّابِرِينَ فيا أخي الكريم اللي بيتقدم لخطبة واحدة ولا تتم هذه الخطبة هذه أمور قدرها الله عز وجل اللي بيتأخر زواجه واللي بيتأخر زواجها ما لم نكن نحن سبب في هذه الأمور فإن هذا قدر قدره الله عز وجل وفيه مصلحتنا وقالوا لو اطلعتم على الغيب لاخترتم الواقع وقد سوقت الآية الكريمة حتى في قوله تعالى كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ قَالَ اللَّهُ بَعْدَهَا وَاللَّهُ يَعْلَمُوا وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وفي شأن الطلاق قال الله تعالى فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا فيأخي أنصحك باللجوء إلى الله عز وجل وبالاستغاثة بالله عز وجل وبالاستعانة بالله عز وجل وأنت تضرع إلى ربك وأنت ساجد أن يصرف عنك ما أنت فيه أخونا الذي سأل عما تعلق بالشقة وأن يريد عمل إصلاحات فيها أو تشتيت في هذه الشقة بالتقسيط إن كنت تستطيع أن تفعل هذا مع شركة متخصصة في هذا الشقة بالتقسيط فلا حرية في ذلك إدخال البنوك في مثل هذه الأمور فيها من الشبهات الكثير لأن البنك بيمول وبيأخذ مقابل هذا التمويل وأنا لا أدري كيف يتعامل البنك في هذه الأمور ليس عندي خلفية عن هذه الأمور والأولى والأقدر بنا إذا أردنا أن نتعامل مثلا في شراء سيارة في شراء منزل في شراء أرض في إصلاحات في تشتيبات أن نتعامل مع المختصين مباشرة أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمه وصفاته أن يغفر لنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا وأن يكفر سيئتنا وذنوبنا وأن يحشرنا دائما مع عباده المتقين إنه ولي ذلك والقادر عليه أصلى الله على سيدنا محمد وعلى أليه وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهل الهدى والذكر أفتوني سؤالي سعيا للخير دلوني فمنكم تنهل الأرواح راحتها فؤادي ضامئ للخير أوصوني أيا أهل الهدى والذكر أفتوني